شكرا على السيدة فاق طبيعة الحال كما اكتر في حزب تقدمه الشركية منذ الاعلان النتائج الانتخابات اعلن على التموقع داخل المعارضة بعد جاء ترح ديال السيد رئيس الحكومة والبرنامج الحكومي اللي من خلال مدخلة ديالنا لان في البرنامج الحكومي فيه امور اللي هي ايجابية واجابية جدا اللي كانت من الامور اللي كنا نناديوا بها احنا في حزب تقدمه الشركي ومنها الدولة الاجتماعية هذا المطلب وهذا الموقف اللي اخذته بعض الاحزاب المشكلة الاغلبية اللي كانت غيف زمال قريب ضد هذه المسألة ديال الدولة الاجتماعية احنا تمنا هذا التحول اللي وقع في هذه الاحزاب مثل اللي بيراليا او احزاب يمينية تمناه مزيان وقعنا له ديال هذا البرنامج الحكومي فيه جزء كبير اللي لا تقدر يتنزل نحن معاكم لكن من بعد المناقشات دياله ديال برنامج الحكومي انتقدنا بعض الامور اللي هي مثلا جاك الكايدير مليون منصيب شغل في خمس سنوات وكان عرفوا في العالم كامل منصيب الشغل في ارتباط مع نسبة معدل ديال النمو وقلنا له بان هاته اربعة اللي جاء في برنامج الحكومي اربعة فاصيلة الجوش غرام يمكنش تحقق بها هاته مليون منصيب شغل وهذا شيء يعني مسألة حسابية بسيطة لانه ما غديش تفوت على الاقل نصف ديال هاته المليون في القانون المالي بالفعل ما بقاتش الاخور هبطت تقريبا مئتين وخمسين الف في سنتين في سنتين مؤقتة يعني هو تراجع ما بين البرنامج الحكومي في ضف اسبوع وما بين القانون المالي مزيان مشينا البرنامج الحكومي وتنزيل الدولة الاجتماعية ان الدولة الاجتماعية كبيرو اللي هو اركزها في ثلاثة ديال الامر الصحة تعامل حماية اجتماعية الصحة التعليم والانعاش الاقتصاد هذه المسألة وخصوصا في حماية اجتماعية اللي كتكلفت تقريبا اكثر من اثنين وخمسين مليار وبعض الاجراءات اخرى فضل يعني التوقعات اللي جابت الحكومة اللي هي كانت يعني اللي هي هشة جدا لان هذه الفرضيات اللي اعطات القانون المالي اللي احنا يا قلنا نو ميمكنش اليوم الغاز الطبيعي تقريبا كيدير كيدير تقريبا تمانمائة وخمسين دولار للطن وانتك تقول اربعمائة وخمسين يعني اذا وكنعرفو ده ما التحولت اللي كنا في العالم مسألة اخرى العائدات لان السياحة اليوم اللي كنت كتشكل كتر مع شراف المياه من انتاج الداخلي في الغاب اليوم السياحة لا زالت تعاني من الازمة الكورونا في العالم كامل العائدات العمال المجر مجلش نهائيا في الفرضيات زائد 80 مليون قنطار الحبوب ونحن كنا كنا نعرفو حدود اواخر شهر عشر وما زالت كنت جتمزة مطاعتي يعني هذه الفرضيات اعتبرناها جد جد هالشال اللي ممكن لاش يحقق بها هاد نسبة النمو اللي 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 جابت في قانون المالية مبقاتش ربعة فاصيلة جوجر لدها لا تفاصيلة شوش يعني زاد هاد نسبة النمو يمكنك تحقق وتنزل هاد البرنامج الحكومي اللي اللي جابتوا ونحن اليوم عطينا طريقة دي التمويل هاد المشاريع الاجتماعي اللي احنا معاها كيفاش تمويلها فاش جاب قانون المالية صراحة يعني مكانش اجتهاد من طرف الحكومة جاب اجراءات اللي كتستهدف الطبقة المتوسطة والعائدات للخزينة جد بسيطة جدا يعني زاد كميادها في التلفازات وفي الحواسيب ما يمكنش تشكيل واحد المدخول اللي هو مهم نحن كمعارضة اقترحنا عليهم بعد الاقتراحات اليوم لكن قلوا لهم بغيتوا تجيبوا الفلوس من اجل دعم الدولة الاجتماعية نحن معاكم ونصادقوا معاكم ولكن نمشيوا الضربة على التروى النائمة اللي كمس موها اللي اليوم يعني فلوس كثيرة اللي جامده ومن دخلش في السيركوية الاتنمية نقلنا لهم ضربة على الارت اللي كانت بعض الاحزاب داخل الحكومة كانت نادي بها من حزب الاستقلال وقلنا لهم اليوم بعد المداخيل اللي تيبو والكحول اللي كتشكل يعني واحد الخطر على الصحة ديال المواطن واللي كتدمرين الصحة المواطن ويرجع العبء ديال على وزارة الصحة اللي هي يعني ميزانيتها لا زالت ضعيفة بالمقارنة مع التوصيات منظمة العالمية الصحة اللي كانت تكون خاصة تصل إلى 13% اليوم نحن نجاوز إلى 6% هذه التعديلة تقول لها ترفضات من طرف الأغلبية اللي هي كانت تضخ أموال كثيرة مسألة أخرى العدالة الضريبية والجبائية لأنها جاءت تقول بأن اليوم في البرنامج الحكومي تنزيل توصيات المناظرة اللي كانت في الصخيرات اللي فيها أكثر من 168 توصية من يمكننا التنزيل مجرد شعار منزلتشي حاجة بالعكس تراجعت على بعض الأمور لأن هذه الضريبة التصعودية والضريبة التناسبية اللي كانت جاءت في التوصية وما تراجعوا عليها يعني بأن هذه الحكومة جاءت اليوم لحماية مصالح الناس اللي اليوم يعني الناس اللي مستحوذين التروات والخيرات ديال البلد وهذا الشي جعلنا قدمنا 76 تعديل ولا 73 على ما أعتقد ما تقبلنا التتعديل مزرد واحد الجوج اللي كان تعديلات اللي هي شكلية فقط يعني ما دام الحكومة ما تجاوش مع تعديلات اللي هي معقولة والدليل أن بعض تعديلات اللي رفضاتها هنا داخل المجلس مثلا رفع ضريبة على المنتوجات اللي يكون فيها السكر بزاف لأن تلك الضربة من شوال المستشارين يقبلوها ولو جابوها لماذا لا تقبلت من كانت عندنا مجلس النور لأن كان هناك ضغوطات في مجلس المستشارين لكي لا تقبل هذا التعديل وتعديلات أخرى اللي تقدمنا بها وترفضات وفي المستشارين تقبلت طبعا الحال لأن الأجراء لأي برنامج حكومي هو قانون المالية من المشينا القانون المالية ملقناش اليوم موارد اللي تقدر تمويل بها الدولة الجتماعية لأن لا يمكن اليوم سننزل برامج لي بلما عندي تمويل مع العلم أن نشح المداخل مداخل 125 مليار الدرهم ومداخل الدرهم لأن قانون المالية هو موارد ومداخل ومداخل فقط هذه الموارد ستدخل موارد 245 مليار ومداخل ومداخل 425 مليار يعني واحد العجز تقريبا 130 مليار ومداخل ستدخل مداخل مداخل ومداخل مداخل مداخل الحكومات السابقة مزيد من السيدان وهذا هو التخوف لأن اليوم كنا ننادي بالدورة الاجتماعية ونقرنها بالموارد لأن لأن نعرف أن الموارد بسيطة لا يمكن أن نفيد هذا المشروع وخصوصا التعميم الحماية الاجتماعية يعني الحكومة كانت تعرف الحكومة السابقة لأن هذا المشروع ربدا من الحكومة السابقة من بعد الخطاب للجلالة المالك بدأت تنزيل على المستوى التشريع ومستوى للقوانين كان واحد المجهود لأن مؤخرا جميع المراسيم تقدمت على المستوى الإرادة كان ولكن على المستوى التمويل هذا هو ما زال نطرحه في علامة الاستفاد لا نرى الحكومة أولا الخطأ في البرنامج الحكومي كل شيء جعلته أولويات يعني أولويات كثيرة يعني كان بإمكانها تججد نقاط أو ثلاثة بطارها الدولة الاجتماعية وتنزلهم لأن لا يمكننا اليوم نضع كل شيء أولويات وأنا لدينا موارد مالية نحن تخوف هذا تصور الحكومة لكل شيء جعلته أولويات وكانت عندنا سابق وخصوصا نهضر على الحماية الاجتماعية والصحية كان نرامد نفس الشعار في 2012 جار رئيس الحكومة وقدم أمام جالة المالك بأن اليوم لدينا 8.5 مليون اليوم يدخلون الوبيتال ويأخذوا جميع الخدمات في المستشفى من البداية من الكنسلتات تل أدوية بالتحاليل والسكانير والراديو بالمجهة فالبدا ما بقينا في 8 مليون ونصف وصلنا إلى 14 مليون مزيان نحن حققنا لانخيرات هذه الناس في هذا النظام الرامد ولكن الخدمات من المواطنين تصدم واقع آخر وهذا هو التخوف اليوم وهذا الشعار الذي يرفع هذا الصقف الحماية الاجتماعية يقولون بأن 22 مليون اليوم كلها تكون عندها حماية الاجتماعية والتغطية صحية شاملة غدا من المواطنين يمشون البنية تحتية ندابة لأن اليوم تعميم الحماية الاجتماعية وخصم أهل المستشفيات يجب أن نبني مستشفيات يجب أن نزيد في الموارد البشرية هذا لا يمكنه مستشفى يتبنى على ثمانية أو عشرة سنوات يعني يعني طبيب تكون من ثمان سنة إلى خمسة عام يعني خصوة ثلاثة الولايات وهذا ليس مجرد قرارات هذا مجرد نواية ولكن المواطن أنا أعتقد لأن يتصدم بواقع داخل الخدمات لأن اليوم مواطن في التعميم الحماية الاجتماعية سيكون مواطن من غير ما كانوا في الرامد ستنبع لهم الدولة وهذا مواطن يتلقى خدمات التي تطلق بمستوى المواطن وهذا الشعار الذي يرفعه لأنها تغطية صحية الشاملة يعني ما يعني ما يعني أن المواطن يبحث بحلهم عمومي بحل الكلينيك ويتلقى بنفس الخدمات بشكل متساوي مع جميع المواطنين والمواطنات وهذا نحن بالنسبة لنا يعني لتحقق رهة معجيزة من المعجيزات السابعة لأن ما يمكنش اليوم بهذه البنية التحتية اللي عندنا يمكننا استقبلوه 22 مليون اللي غدا تقدم لهذه الخدمات في جودة بالنسبة لله والتخيط وبالنسبة لك بطبيعة حال مسألة مسألة لأنك تكون ديكوتيزازيون كي تكون صندوق ولكن احنا تخوف دينا بالنسبة للخدمات الصحية بالأساس هي راعات لهذه الأولويات طبيعة حال لأن مرى الأزمة الكوفيد الكل يجميع في العالم بأن نحن في حاجة إلى تدخل الدولة لأن في أزمة كوفيد المواطنين لم يجدوا إلا المستشفى العمومي ولم يجدوا في المواطنين بالنسبة ل المص الدماء في هذه الفترة يعني لقنا المستشفى العمومي يعني اليوم كل شيء راجع يعني ما يفهم دول عضبة اليوم رجعتها في أمريكا من أجل لدعم المستشفى العمومي هذه المسألة يعني كل شيء يرجع الأولويات بأن اليوم نحن في حاجة إلى تدخل ديال الدولة الرائية باش يمكن اليوم المواطن يحس براسورة في واحد البلاد اللي اليوم الدولة مسامحة فيه لأنه يجعلنا التوحش ديال القطاع الخاص لا في التعليم ولا في الصحة يعني اليوم غادي نوصل الواحد اللي ما كناش كاملين كنتمناوه اليوم لأنه لأولت طبقية في أي حاجة عندك انتهي الفلوس كنتمشي البريفيك عندك انت الرامي كنتمشي المستفى اليوم وتلقى التخدمة يعني المواطنين لا يوجد مساوات مع المواطنين إذا وصلنا لهذا الهدف اليوم للحكومة بالفعل راعات لأولويات وجابتوه في البرنامج الحكومي واللينا مواطنين يعني يتلقاوا نفس الخدمات بشكل متساوي لا في التعليم ولا في الصحة يعني هذا هو الهدف المتساوي ولكن كيفاش غاو نوصلوله تما نختلف كيفاش غاو نوصلوله لهذا الهدف هو أول خطأ دارت هذه الحكومة هو من بعد إفراص ديال نتائج ديال الانتخابات وتشكيل الحكومة بوحدة أغلبية عددية اللي هي كبيرة اصاب هالغرور هاد الغرور العددي هو اللي يصاب هاد الحكومة ومنذ البداية كيف ملاحظته يعني أولاد كتخرج بقرارات اللي هي مفاجئة اللي هي قرارات اللي عندما مأساة على شيء دراسة ولا على شيء قرارات اللي ما كتنقشتها في مجالس الحكومية أي قطة كيأخذ قرار دياله بدون ما يدوز في مجالس الحكومية معتقدة أنها عندها أغلبية عددية داخل البلاء ما يمكن تدوز أي حاجة وهذا هو الخطأ اللي وقعت فيه وهذا الغرور أنه يحدد الحكومة لأنها الحكومة بدل أغلبية لما كانش عنده امتداد شعبي داخل الشعب وتقنع الناس وتخرج أي قرار تأسس له تخرج وتدافع عليه ما عندهاش هاد القدرة هو اللي يجعل هاد الاحتجاجات اليوم لأنه قرارات بدأوها بجواز تلقيه من بعد هذا التسقيف ديال ثلاثين سنة والغريب أنه هاد الحكومة لأنه إذا كنا نقول نحن بلاد المؤسسات كان مؤسسة نفيديا وتشريعية كان بمناسبة مناقشة القانون المالية ووزير التعليم كانت عنده فرصة داخل للجنة يقبل ذلك القرار بواحد العشر أيام ويقول لها الإصلاح الذي يجي التعليم وتناقشه ويخرج لرأي العام ويكون واحد النقاش لأن هذه الفرصة من يجيب لإنتقانون المالية 22 من يجيب لجميل استراتيجية في 2022 وهذا مبين استراتيجية وخصوصا الإصلاح الذي يجيب في برنامج الحكومي والذي يجيب في هذا الإجراء الذي يتحدث عليه هو لم يشير إلى هذه المسألة هذه السنة نهائيا كانت عنده لقاءات مع النقابات لم يشير يعني لا يتعامل مع مؤسسات هؤلاء اليوم والذي يدبرون هذه القطاعات كأنها شركة وتالشركة ويكون لديها مجلس إداري ويخرج بأي قرار وهذا أي قرار لا يوجد نظر على هو الصحيح ولا غلب ولكن لا يتفتح واحد من النقاش عمومي لكي ندافع العكس حكومات سابقة جاءت إجراءات التي كانت قاسحة جدا لإصلاح صندوق ومقاصات التقاعد ولكن خرجت ودافعت عليه بأرقام بإحصائيات ودافعت وخرجت ودافعت كرئيس حكومة كوزراء اليوم لا يوجد نتشي واحد يدافع على هذا القرار مجرد 30 سنة رغم هذا الدفاع غير مقنع لأننا نقول لهم إذا قررنا 30 سنة قنعونا بعد إحنا شنو هو 30 بالضبط واش كي يقول له هما جوجل حواج الجاذيبية دلنا 30 سنة جاذيبية والجوداء يعني ما يمكنش غير 30 سنة 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 ويومين ما يمكنش يعني الكفاءة نقول لهم إذا دوزتوا وعطونا تاريخ المجلس الحكومي فقاش دوزتوا هذا القرار ما كانش نهائيا ما أمروا تنقش في الحكومة يعني كي يبان بأن الحكومة قررت كل واحد وهذا خصوصا التعليم التعليم ليس شأن قطاعي ثانيا هو شأن المجتمع ديال الدولة يعني هاد الورش كان خصوه يتفتح فيه نقاش وكان يجوجد المرجعيات اللي كان عاملين كان هدروا عليهم هو استراتيجية وطنية إصلاحة التعليم التي تقدمت لجهة المالك والقانون إطار لم يشير نهائيا لذلك يقول لهم دراسات نعرفها ونعرف ما هي ثلاثين سنة تناقض داخل الحكومة من اللي يجي يقول الوزير بأن اليوم التعليم سيبدأ من الباكالوريا وسيبشي في المهنة التربية لداخل الجامعات اليوم سيكون تكوين على هذا المهنة الباكالوريا والجامعة ونقول لهم ما مصير بعد الشعب الفلسافة الشريعة والتاريخ الجغرافية ما مصير لكنا وهذا قطاع لا يوجد تحت السلطة وزير التعليم هذا قطاع التعليم العالي إلى حدود اليوم وزير التعليم العالي لا يخرج لأن وزير التعليم العالي يقول لك أنا متفق ما سنقوم بإصلاح للتعليم العالي لأن هذا يقرر في وزارة أخرى لا يخرج لا يخرج و هذا الارتباك يبدأ أن الحكومة لا يوجد سراتيجية كحكومة كل شخص يدبر قطاعه يلوكي مابر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة